السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برامج OpenRoute Designer ونشوف دوقتي ازاي ابدأ ارسم الخطوط الريزونتل اقول لو انا عايز OpenRoute Modeling واجه هنا في الجيومتري ويقول لنا عايز ابدأ ارسم لين عندي طرق كتير ان ارسم لين وليكم مثلا between two points يبقى اقول هرسم النقطة دي للنقطة دي ومن النقطة دي تقدر بها تقوله مثلا distance يعني كده distance هتبقى ثبتة أي يعني يكون الالتجاء اللي هتمشي فيه ممكن مثلا تكتب خلاص بها المزافة ديت بالشكل دي او ممكن تقول له لا ده انا عايز احدد الزاوية ووش مهم من المسافة ديه المكان اللي دوت فيه هو ده اللي ياخد او تقول له الاثنين واي مكانه طاف فيه هو هياخد المسافة اللي انت ديتاله وهياخد الزاوية اللي انت ديتاله وهتلاجم بها arc لو انت عايز ترسم مثلا circle او ترسم arc between two points او ممكن نقول له لا ده احنا عايزين خطها تقولك وانت تبدأ ان ترسم تعمل الارك بتاعه على سبيل المسال عند ال line ده وال line ده تبدأ بها تشوف الزاوية اللي انت عايزها سأقول لكم مثلا بالشكل دوت ويقولك بها عايز تعمل trim او extend من جهتين او من جهة واحدة زي ما انت عايز هقول له enter هيبدأ يعمل لي الطريق بالشكل دوت اشتركوا في القناة